شبهة فضيحة فضيحة جديدة كانت كشفت عليها السياسية سيمية عبو تتعلق بيوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق وابنة رشد الغنوشي سومية الغنوشي دونك سيمية عبو في تصريح هذا البيرا عليهم بشكل جلسة العام اللي تعقدته كل شيء وكان نضيفها في وسائل الأعلام بشتعطي رايها في اللي ساير وكل تقول اللي يعني النهضة كان مشكلتها كان في التعيينات ودعمت يوسف الشاهد بشفة كبيرة وتتفكر وقتها في عريضة أو وثيقة قرتاج ثلاثة وقتها الناس اللي كلهم وفقوا على إقالة يوسف الشاهد على اعتبار الحكومة دي كما لازمش تكمل ولكن حركة النهضة فقط هي اللي وقفت في وجه الجميع في وجه البجي قيدة السبسي والاتحاد وكلهم اللي كانوا مشاركين في الحوار هذك وقالت ليه ما يلزمش يتم إقالة يوسف الشاهد من الحكومة ولازمها تقعد الحكومة ودفعت بتي علة الاستقرار الحكومي إيبا اليوم سيميا عبو يعني تكشف معطيات جديدة على الغنوشي وبنته ويوسف الشاهد تقول أنه تقول أنه يعني الدولة دعمت في عهد الرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد دعمت ابنة رئيس حركة المهضة راشد الغنوشي لاستيراد الحليب من بلجيكا وتوجه اتهامات كبيرة برشا وتقول أنه كاميل الطيف هو اللي يحكم اليوم في قصار القرتاش وتقول لرئيس الجمهورية اتنسيون لازمك تنظف القصار بالجدي بالجدي في إشارة إلى أنه فما موظفين متواضعين وقالت اللي ذي إيب وثعالب قاعدين يعني يحيطوا برئيس الجمهورية قيس اسعيد نلقاوا أنه بنت راشد الغنوشي رجعت ديريكتما وبسرعة رجعت على سيميا عبو وكتبت تدوينها وحبت توضع لخاطر هي تتقلق برشا من حكاية هذو ما أسبق وتم اتهامها برشا اتهامات أخرين ودي ما تخرج كل ما تخرج في حاطة مناسبة إلا إذا جبتت هي بالاسم وتقال عليها معناها أنه هي هي أمة ما ولا كالموقع متاع الموقع البريطاني ميداليستا هي ذيكا فكت تسريبت والوثيقة التي تهازت من بيروني دي عكيشا اعتبروا أنه معناه بنت الغنوشي عندها أسهم ولا تسهم في تمويل الموقع هذي اللي هو دي ما يخرج في وثائق ويحكي على تونس وكل اليوم سماية الغنوشي ترد على سيميا عبو وتقول اللي هي فقدت صوابها فقدت عقلها هي بلت سي ما عادش فيها بالكل وتقول ما أغرق تونس ولا التوينسة إلا الناس اللي تكذب كيف هتتهمها بالكذب بعد ما اتهمتها سيميا عبو اللي هي تستورد في الحليب من بلجيك تتفكروا وقتها صارت أزمة متاحليب في تونس وقتها ووضطلنا أنه نستورده معناه ونجيبه الحليب من بره في الفترة هذيك يقال أنه يوصف الشهد وهو اللي أعطار فرصة البنت رجد الغنوشي بيش هي تيخوا أصفق هذه وتستورد الحليب من بلجيك به سمية الغنوشي بنت رجد الغنوشي معناها استفزتها تصريحات سيميا عبو هذه وقالت يبدو أنه سيميا عبو فقدت عقلها وطار صوابها بعد أن حولتها أحقادها المريضة إلى مسخرة وكاركوز مثير للشفقة تقول سمية الغنوشي أن المخلوقة تكذب كما تتنفس وفيقت بدجلها عرقوب مضرب الأمثال هي تدرك أنها كذابة وأحسب أنها تحتقر نفسها كلما طلعها وجهها القميء في المرآة لفرط دجلها وافترائها على الخلق تقول عادة تلوك كذبة تجارتي في حليب الأبقار اللي أغرقت به اقتصاد تونس وما أغرق تونس إلا كذب ونذلت أمثالها لم أتيجر في حياتي لي في الحليب ولا الخرفان ولا الماس ولا الذهب ولا غيره ولو فعلت ما استحيت من ذكره لكن التجارة لم تستهويني يوما ولم أشتغل في حياتي إلا في الكتابة والنشر فأغلى ما أورثني والدي حسب التدوينة لقلتها هي إجليل الكلمة وتقديس القلم وتقول بنت رجد الغنوشي عجباً لإلعبه رغم كل صفعات وركلات التي تلقوها من ساكن قرتاج بعدما حفيت أقدامهم اللاهثة خلفه وبحت أصواتهم المناشدة انقلابه ودميت أكفهم المصفقة له ما زالوا مصرين على غيهم وظلالهم يستجدونه ويحرضونه على أعدائهم النهضويين لا لشيء إلا لإطفاء نيران الحقد المستعرة في أحشائهم وإشباع شهوة الانتقام المتأججة في صدورهم وقالت إن كل يهون كل مذلة ومسبة ومهانة المهم أن تشفي المخلوق غليلها وتظفر برأس الغنوشي وما هي بطائلته مهما استماتت برفعة خلقه وعلوهمته وعظم تاريخه ومسيرته ولا يضير السحب الشميخات نبحة كلابها كنت هذه التدوينة بتاع بنت رجد الغنوشي اللي حكيت فيها حتى على الجانب السياسي بتاع رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر وجهت انتقادات إلى سامي عبو بسببها تصريحات هذه ويعني حكيت على مواقف سياسية للتيارة الديمقراطية ولأيل عبو كما قالت هي خاصة تقول إنه كليوس فعاتما رئيس الجمهورية تقصد هنا يعني في 25 جولة والهات تقبل كانوا مثلا عبو كان يطالب بتفعيل الفصل الثمانين كان يطالب بنزول الجيش الطيار كان مرحب جدا 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 بقرارات 25 جولة ولكن بعد انقلبوا على الرئيس والرئيس زادة حتى في خطابته وجه لهم عدة رسائر وقال الناسة ذوما اللي يغيروا في ما وقفهم المهم هو إنه بنت رجد الغنوشي مش أول مرة تتعلق بها معناه شبهة ولا يخرج كلام في الأعلام على شبهة فساد وخرج قبل يعني معطيات على الثروة متاحة منين جيت ثروة طائلة كانت في بريطانيا شنو أخذت بالضبط بش تكونها الثروة هذية اللي هي بالمليارات ولكن هي خرجت وقالت اللي هي ما خدمتش قبل يعني كنت فقط تقول إنها يعني عند علاقة ببعض الأطفال معناها قاعدة تلايب الصغيرات بتاع بعض الشخصيت في بريطانيا ويقول القائلة منين جيتها ميلات علقت به برشا مرات خرجت وثائق وخرجت معناها أكلمات وإسلامات على ثروة ابنة رجد الغنوشي قديش ومنين جيت وبرشا أسألة ولكن في كل مرة كانت تخرج وتقول اللي هي خدمات واللي هي معناها ثروة اللي كونتها من ميلها ومن فلوسها وما هيش يعني من ميل حرام على حد تعبيرها اشتركوا في القناة